أكد سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على أهمية دور قطاعي شباب والرياضة في مختلف المجالات نعم وذلك عبر صياغة أهداف واضحة المعالم في مؤصلة ازدهار ونمو هذا الجانب الهام في مملكة البحرين خصوصا أنه يحظى بدعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك لدى استقبال سموه بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة لسعادة السيد رضا منفردي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى وأعضاء اللجنة وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على أهمية لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى ودورها البارز في المساهمة لتطوير الجانبين الشبابي والرياضي في مملكة البحرين وإبراز طموحات الشباب وأمالهم في صياغة أهداف واضحة المعالم في مواصلات ازدهار ونمو هذا الجانب الهام في المملكة مبينا سموه إلى أنه حريص على دعم دور الشباب في صناعة الأفكار البناء التي تسهم في تحقيق التطلعات والمساهمة في المضي قدما نحو التطور المستمر وأشار سموه إلى أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى مهدت الطريق نحو تحقيق العديد من المنجزات الشبابية والرياضية عبر دورها البارز في الفترة الماضية مشددا سموه على أهمية مواصلة العطاء في سبيل تأكيد مكانة مملكة البحرين في اهتمامها البارز والفعال في جانبي الشباب والرياضة ومتمنيا سموه لرئيس وأعضاء اللجنة دوام التوفيق والنجاح من جانبه أكد سعدة السيد رضا منفردي أن دعم واهتمام سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ساهم في إبراز دور الشباب والرياضة في مملكة البحرين خصوصا أن اللجنة تستلهم من سموه العطاء وبذل الجهود من أجل تحقيق كامل الأهداف مقدما لسموه الشكر والتقدير على جهود سموه النيرة في دعم قطاعي الشباب والرياضة في المملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر